السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلام حبيبي وصحابي. عسلام الناس كل يا رب تكونوا في احسن الاحوال. صباح النور صباح الخير مساء النور كل واحد ووقته. ان شاء الله يا رب تكون المهمة تكونوا بخير وبصحة وجيدة جيدة وسلامة يا رب العالمين. اليوم جابتكم فيديو ان شاء الله فيديو في حاجات متنوعة لكن اهم حاجة اني وصفة حتى انا طوام جربتها. عملتها على رسيتها. اه وصفة اه سبغة بني. اه لامعة وصراحة حلوة برشا وبنينا جربتها قبل. وان شاء الله وعودتها طوام عاودتها. لكن انا عملت اه نسبة صغيرة برشا. طوام مريك منتوم اللي يحب يعملها دوب اللي يعملها دوب. المهم اه تقضي على الشايب وتبندل للون واللي ما يتغيرش اول مرة تعطيك كورونجي. نجم تعملها مرتين وثلاثة حتى تحصل على اللون الطبيعي. اه اللي تحب عليها انتي. نهار جميل ان شاء الله اليوم. كل عادة. اه يبدأ الشمس انا نطلع البرة. نتشمس حتى شوية بش ناخو اه اخذوا الفيتامين بش فيتامين دي. ونتمنى انتم ما تنسوش روحكم ايضا. ما تنسوش ميماتكم. حماواتكم بحذاكم مدهنون بشوية زيت سويقاتهم ودياتهم. وخليوا في العشية مخر هاك في بلاسة دافيا. اتناع في طوشتي. بلاسة دافيا البر مقابل الشمس. خليهم يتشمسوا باش ياخذوا الفيتامين اتناح عليهم. اذا كانوا جاء حتى انتم حتى حتى ولادكم مكور شايب. حسيلي. اه لا نكثرش عليكم ونطورش عليكم نتعداوا الفيديو متاعنا. ان شاء الله يعجبكم يا رب. بهي وصفتنا لليوم كيما تشوفوا حاجة بنيا. اللي هي. اه سبغة امتع شعر طبيعية صحية. ولون اه طبيعي ما في شي حتى اه 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 يا افكت يعني اه حاجة خائبة تجيل شعر من بعد ما تعتكيش اه تعتكي نتيجة بها بقدرة ربي. وتنجم مرة واثنين شون مكونات مدعنا عني هذه المرأمية ناس كل تعرفها. المرأمية باهي برشة اه اذا غليناها في الماء. ومع مع الحشيشة الحمراء انا عندي ساشية. لكن انتم تنجموا اه تاخدوا اه تونس موجودة ياسر سبا سبا خير وتعطيها قوة الحمورية وتعطيها الحشيشة السبا هذي ساشيات نحط علي ساشين حشيشة وشوية كما شفته مرمية ومعاهم كاس ماء كاب ماء ونخليوه يغلي يوصل للنص يعني نص يتبخر هذي كمعا يعقد الماء متاع وتلقاه عاقد نحط يغلي ونرجع للمكونات متاعنا اول حاجة ناخذ ملعقة صغيرة حنه حنه طبيعيه نذا يجبتها صبا بصبا شريتها من تونس حنه طبيعيه ثيقيا طبعا موثوق منها بس تعفوا وشنو تشريوا وشنو تشربوا وشنو تحطوا في وجوهكم وفي شعوراتكم لازم تتأكدوا من الحاجة هذي عنا الكاو الخام اللي هو 100% صحيح ملعقة صغيرة حنه ونص ملعقة قرفة كما تشوف القرفة مهمة برشا للشعر وتسخن ثروة فروة الراس تسخنها وتخلي الدم يجري فهمت وهنين حطوا ملعقتين كاكاب حسب طول الشعر تنجم تعملها دوبل انتي يعني المكونات هذي تنجم تعملها تعودها مرتين بالضابط اذا كان شعرك اطول وتنجم تعملها بثلاثة مرات المهم حسب ما يعمل انا هذي خلطة تعملي كان القصة من قدامك وشعر يكاها ومقدام مش متعملي الشعر يكلو خطر شوية فهمت فتو خلط المكونات بالكداب كداب والماء يغلي اللي حمت على المرمية والحشيشة وتو تشوفو قداش بشي ولي شوية بالكل طفيت عليه وجبتو الهنين خلطوا برد شوية اهاو كشوف قداش بقا يعني غامق وعاقد على الاخر كين كطيفة كستية تنجم تعلي فكرة وتنجم البرد إذا كانوا كطيفة تية ولا حاجة ولا راجل الاخرين تنجم تعمن بينه عند ترمي عليها المرمية وتغليه وتاخل ماء متاعه فهمتها؟ حسيلو نضيف بشوية بشوية الماء خطر الواحد ما يلزمش يصبرش جيس رجالي خاصة فيشتية تبدو تنكت على شعرك هذي مش باية المهم خلطها بالكديكي ما تشوفو وبش نزيد شوية خلط تفاح خطر الخل تفاح يعقدها ويعطيها وهو مكون أصلا للبشرة ولك القشرة معناها كفرصة نحطو حاجة نجم حتى كعب أضمرها وكاملة أنا ما عنديش عظمة عربية مكنجي عندي عظمة عربية نحط كعبا بيها في شعري تفيد المكونات نتاح تفيد شعري تفيد تفيد البشرة وفروة الراس وكل شيء حسيلو بعد ما خلطناها بشوية هنالك دائلة هنا شوفو كيفش تهبلت بركلة بشي خليها تعقعدها كيف مش نجد هديريكت بش نغطيها وبعد من غطيها ساعة ولا اثنين راو قد ما تخمر حتى لليل كامل بهيه تخليها تخمر وبعد هيك تعملها في فروة الراس لكل الشعرك يعني تغطي بها فروة شعرك فروة الراس و تتأكد اللي هم كل تمسوا ايضا الشيبيت لانه هما ايضا بالنسبة الناس اللي كيفي عندهم شيبيت انساء الكبار لازم يعملوها او حتى صغار محلاه اللون متاعه بني وتعاود مرتين وثلاثة زادا ماش ماش حتى مشكلة حتى تحصل على اللون وبهذا وصلنا الى نهاية الفيديو مقالي اللي نقول لكم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوبوا لي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسلامة